السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة حلويات حبيبه كنتمنى تكونوا بخير وعلا خير اليوم ان شاء الله جيتم نشارك معكم طريقتي فتح ضير سمك السردين مقلي في البيت بدون زيت وبدون فرن بطريقة صحية و لديدة جدا مع حشوة اللي تخليها جدا هاد الحشوة دي نستعمل فيها واحد المكون يخليها السردين هذا يجي رائع جدا وكيجي لديد كيف تشوفوا معي السردين هنا ينقلي بدون زيت فقط ملعقة الزيت سنقليه السردين هذا لكيجي جدا لديد وكيجي صحي فتابع معي الفيديو واشترافوا على المقادير وطريقة التحضير بسم الله سنحتاج سمك السردين ممكن تستعمله على حسب الكمية اللي عندكم نحتاج الكيلو ديال السردين اللي كان يكون غسلته ونقيته مزيان وزوت له السلسل ونحتاج حبة صغيرة ديال بصل مقطعه رقيق ونحتاج القزبور مع دنوس مقطعين تاومة رقيق ونحتاج البزار الكامون الخرقه ورسم علقة ديالتحميره مع القليل ديال الملح غنضيف عليهم مع القليل الزيت وغنخلط كل شي جيدا كيف كتشوفوا معي هنا غنخلطهم بزيان حتى كنت تحصل على هات الشكلة دا غنناخد السردين ديالي غنشرمله بواحد طريقة يجد عادية اللي كنشرمله بها السردين هذا الشكلة سوف نقوم بعمل الشريكات سوف نقوم بزيت سوف نقوم بزيت بالنسبة لهذه الحشوات فقد استعمل فيها البصل اللي يجعل فيها واحد الدلية خاصة جدا وقد تجيل جيدة جدا يعني ما دخمه غاير لا تستعمل فيه التومة سوف نقوم بزيت طحين ونضيفه رشيشة الملح ونضيفه السردين ديالي في هات الشكلة دا حتى نقوم بزيت السردين ديالي كامل كناخد مقلع ونضع فيها معلقة كبيرة ونسخنها فوق البطر حتى تسخنها جيدة ونستفل السردين ديالي بالنسبة للعافية تكون متوسطة حتى السردين لا يتحرق ويطيب على خاطره ويأتي مقرمش سوف نقوم بزيت فوق النار حتى يطيب من الأسفل ونقلبه كيف تشوفوا معي يأتي محمر ويأتي مقاد في الطياب يعني بدون زيت طريقة جيد صحية والديدة كنتمنى أن تجربوها بعدما يطيب كانت تحصلوا على هذا الشكل هذا الشكل الذي يأتي رائع جدا اقتصادي وصحي والديد كيف تشوفوا معي يعني السردين عادي بحلق لنا يعني بدون زيت مقرمش ويأتي مقرمش حشوة مقرمش ويأتي مقرمش ويأتي مقرمش مقرمش يعني كيجي رائع جدا كنتمنى أنكم تجربو وين الإعجاب ديالكم وينعجكم الفيديو ما تنسوش رجيم وتشتركوا في القناة وتديرت في الجرس وشكرا على المتابعة وإلى وصفة أخرى إن شاء الله